اشتركوا في القناة وهو يفند التأصيلات والقواعد والأسس التي انبان عليها أقوى الفقهاء من أين هذه القوة؟ فنحن نبحث في فتوى على منهجية ابن تلمية في هذا الباب أما القوة فقد أظهرها هو فيما بينا بأنه تكلم على أن أولا سعادة المرء في محبة الله ومحبة الله على متوى انقياد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هي مادة النجات ومادة السعادة ومادة الفلاح ومادة الرشاد ومادة الإلم أصلا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نذكر سبعة وثمانية وأيضا تسعة ممكن ندخل فيها لأنها أيضا ترتبط بها لأنه نبين أنه أيضا كان علامة فريقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرق الناس لذلك نحن نقول بأن هذا المغفل الذي قام وقال من واحد الله وآمن بأي رسول فهو في الجنة هذا المغفل الذي أتى بالكفر المستقل لهذا يعني ما أحد يوقذ من الغفلة هو فيها من الجهل الذي هو فيه حتى يتق الله ربه ويرجع إلى الإسلام مرة ثانية ويعلم أن من أصول الإيمان إلى إيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إجبارا لا اختيارا لابد وجوبا على ذلك في هذا الباب بسيطة بسم الله والسلام والسلام رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع مجموعة الفتاوى طبعا أنا ابنالي نفعله الآن أنا بنبين يعني واحدة واحدة روايدا روايدا لتعرف من هجيت من تمية عندما كان يستخلص الفتاوى عندما كان يفتي عندما كان يرجح الفتاوى التي داءته سواء كانت عقدية أو كانت قواعدية أو كانت أصولية أو كانت في الفقه أو كانت في العقيدة يعني نبين كيف من هجيت من تمية في تأصيل المسألة والكلام عن مسألة من تمية كان بحرا لا ساحل له كان إذا أتى بالمسألة أتى بأصل المسألة وأسها وأساسها ثم أتى بعد ذلك بدليل المسألة ثم تفصيل ذلك ثم كل اللوازم التي تحوط بهذه المسألة المتعلق بها أصلا وفرعا في هذا الباب حتى يشبع الباب ويستخلص لك الحكم نهائيا بعدها قال توحيد الألوهية نعم قال قد ذغل الله طاعة الرسول واتباعه في نعم الأربعين موضعا من القرآن نعم قال تعالى كن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده نعم وكما إنه ذلك ما قال قبلها ناقض بالسعادة هل يدور على مستقر التي أنه لا تحول نعم لمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر تبين الكفر من الإيمان والربح من القسران والهدى من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغة من السداد حول وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والطالين فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه واتباعه منها إلى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العدام عم فاد أيضا هو أراد أن يبين لك أن المسألة دائرة على السنة كل الدنيا كل شيء مرتكز على على السنة سعادة الدنيا وسعادة الأخيرة مرتكز على السنة أيضا لأن المسألة بتمسك بكتاب الله لأن أحكام الله جاءت مفصلة وجاءت مجملة المجملة لا تبين لها إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أتربنا تكلمنا عن السنة وتكلمنا عن النثامية كيف أشار إلى عظيم أمر السنة وأنه تكلم على أمر لم يتكلم عنه مثله يعني أحد أشار إشارات مجملة لكنه أفصل بأن علامات محبة الله هو تمام من القيادة للنفسنا تمام من القيادة للنفسنا موجب ليه محبة الله جل في عالي يعني كأنه يقول إن أردت محبة الله جل في عالي فعليك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأعونها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ومنهجا وتأصيلا وتفصيلا وتعلما هذا الأصل الأصيل ولذلك قال علماءنا الشعبي وشعب وغيرهم قالوا العلم حدثنا أخبرنا أنباءنا وإلا فخلونا بقل ما في علم خلونا بقل وقال الإمام الشفعي كلام قريب من ذلك قال علم حدثنا أخبرنا وإلا فهلاوس الشيطان ما في شيء اسم علم ما في كتاب السنة إذن ما في علم تكلمنا عن السنة وحجية السنة وأهمية السنة وعرفنا السنة يعني عند العلماء اليوم نتكلم على العلماء على ناهي الصحابة أصحاب القرون الخيرية الثلاثة الأولى اللي هو أمرنا بالانتباهة زواجا مباركا بارك الله لكم مبارك عليكم ما أدوع منكم في خير وعخي أستاذ أحمد اسماعيل تأخر عنها فأكيد لا يشغلوا عن ذلك إلا الزواج من باب التفاول بوركت هايذبحونك ولا شيء العلم عادي أعوذتنا رؤياك فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب الكلام على بعد ما بينا الكتاب والسنة وأهمية السنة وهذا هو العلم أصلا ما عندنا علم إلا هذا العلم ما في علم إلا هذا أفضل ما فيه أن نقول وننظر إلى علماء أو قرون الخيرية الثلاثة القرون الأولى التي أمر النبي السلام باتباعها القرون الرابع فيه خلاف فيه اختلاف قال نسان وخير للناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم الرابع دخل فيه فيه الاختلاف في هذا الباب أقول إخوتي الكرام علماء الصحابة وعلماء التابعين وأيضا تابع التبعين كضربوا لنا أروع الأمثلة وأعظم الأمثلة في أن العلم مداره على السنة فعظموا السنة أيامة عظيم عظموا السنة أيامة عظيم كما عظمها عمر الخطاب عندما قال أيها الناس اتهموا الرأي يا إيش مع الأثار قد رأيتني في صورة حدابية وأنا أجادل النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كأنه يقول طيب ننظر أليسنا على الحق أليس على الباطل فلم نعطي الدنيا في ديننا قال أنا رسول الله المسألة دائرة على الوحي أنا رسول الله ولن يخزني الله انتهى ولذلك أبو بكر على درجة على عمر الخطاب بهذه قال له يا أبو بكر أليس على الحق أليس على الباطل أهل من نعطي الدنيا في ديننا قال هو رسول الله إلزم غرزه إلزم غرزه هو رسول الله ولن يخزني الله أقول إخوتي يا الكرام هناك من الوزم السنة عدم معارضات السنة أيضا بالأرائز لأن هذا الذي قاله ابن ثاميه فهنا قلنا إذا كانت مجيبة لمحبة الله رسول الله تعالى أن نتكلم عن تأسيس السنة وملازمة السنة والكلام على لوازم لوازم الطرق السنة أولا من المحاول المهمة جدا التي نتكلم عنها بعد لزوم السنة أن نقول السنة تعظم فلا تعرض بالأراء وهذا الذي قاله عمر مخطاب رضي الله لذا كان لما أقول لك قال رسول الله يعني لما أقول لك قال رسول الله أنزل ربنا وأنت تخلي والاستواء القطبي والخطبي الشمال واليمين وأنت تدخل إلى الجنوب والشمال وهناك أنهار وهناك ليل يبقى ينزل هنا بقى ينزل هناك وينزل هنا في هذا الباب أنت الآن بعقلك الخرب وبهواك المضروب أنت تعرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لذلك قلنا من صدق محبة الله للفعلاء هو عدم معارضة سنة بالأراء يبقى أول شيء من صدق محبة الله للفعلاء التمسك بالسنة لذلك هذه قوة ابن تامية قوة ابن تامية التي أتته والله يعالى جعله إجابه أمم بأنه علم تعظيم السنة فتمسك بها ثم علم أن السنة تهدم إذا ضربت بالأراء وعلم أن البدع تقف صدا منيعا للسنة فأيهما أقوى يمتد كما أقوى في قلب العبد أما السنة مفيش استغفالها مفي مقارنة أقصد في قلب العبد كلما قوية قلب العبد على تشرب السنة دفع البدع ولم يقبلها ودي تنقية الدين وتنقية الدين أولا رؤية السنة مرفوعة الأمر الثاني صد السنة البدع عدم قبول البدع بحال من أحوال وهذه من الأهمية المكان عدم قبول البدع بحال من أحوال هو أحياء الدين يعني إن سألت عن أحياء الدين أقول لك ضرب البدعة في المقتل هذا هو أحياء الدين ونحن الآن البدعة لا يقال فيها أطلت برأسها على الأمة البدعة ذاعت وشاعت في الأمة حتى قام المطبلون والمهللون وهما مهلهلون أصلا يقولون أنادي الصنة وتحققت في أمثالهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بانقلاب الأحوال بين يدي الساعة سنون خدع يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وتم القائم وخوان الأمين وينتقر ويبضه قال ومن روابضه رسول الله قال الرغم الفاسق أو الفاسق يتكلم بأمر في أمر العامة ولذلك معارضة الأحاديث والسنة الأثار بأقوال الرجال هذه لا يفعلها إلا المفتدع الضال أو المنافق الذي يحارب الدين لذلك كان في الكتاب الماتع معارفة السنة الأثار كان دائما عندما يستدرج على الشفع في مسألة الحديث يقول السنة ألزم السنة أتبع السنة ألزم السنة أتبع وتضرب أقوال المعارضين للسنة عرض الحائط شفع نفسه قال قال إن وجدتم قولي قال فقول للسنة فاضربوا بقولي عرض الحائط واخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالي لا أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت في وسط زنارة أرأيتني دخلتك لخارج من كنيسة يقول قال رسول الله ومالي لا أقول مما قال رسول الله وأيضا أبو حنيفة قال خذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأضربوا بقولي عرض الحائط ومالك كان يقول الكل من يأخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر رحمة الحامل يقول لا تأخذ مني ولا من شفعي ولا من نوعين خذ من حيث أخذنا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرى عن أيوسة هنا أمثلة رائعة تبايل لك أن قوة المعروفة بسنة أنت انظر للإنسان كما قلت أنا قلت قاعدة مهمة جدا لو رخوة نشرتها بفضلة أو تنشرها قلت إيش لا 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 في قاعدة أخرى بقى فانسات الدليل الله أكبر ربنا يحيي الشفعي والثوري معنا هنا الآن أعطيني أعطيني حجتك أعرف قيمتك أعطيني حجتك أعرف قيمتك إن كانت الحج عندك قال الله قال رسول أنت قيمتك عالية جدا أنت عالي من النبلاء وإن كانت يعني قيمة وإن كانت حجتك أرجو أرى أتذوق الوج عارفنا قيمتك أنك من أقل الناس درجة في هذا الباب ومثلك ومثلك لا يترك لا يترك لابد أن يزبح لماذا؟ حتى لا تضيع دين الناس حتى لا تضيع دين الناس أخرج البعاقي عن أيوب السختياني التبيعي الجليل أنه قال إذا حدث الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبينا على القرى فاعلم أنه ضال أزيده هو ضال مضل الباقي أخرج عن أيوب السختياني تعالي أيوب السختياني أنا أريد واحد يجيب لنا الترجمة الرائعة لأيوب أيوب السختياني أروع ما قيل فيه أنه كان من أشد الناس بأسا على أهل بدع والضلالات أيوب السختياني كان من أشد الناس من أشد الناس بدع من شد الناس شدة على أهل بدع الله أكبر الصادق يصل أيضا قال أعطيني دليل لك أعرف قيمتك يحفظون الناس هذه لا تسكت الحمد لله الله يجعل من الصادقين يا رب أنت صراحة أتحفتني أيها الصادق في أخونا قلت لزميلنا الأزهار إن كنت علما فأعرف قدرك أولا ثم تكلم طب لما لم تقل لنفسك ذلك عندما قلت للشفع في هذا الباب والله أنا أعرف قدري جدا كما أعرف قدري شفع لكن أنا سأرد لك يا وليد ما قلته هذا أعظم ما يكون أنا معك في هذا طب لما قلت للأزهار أعرف قدرك ثم أتكلم أنا الآن سأعرف قدري وأتكلم أنا لا أساوي غرزة في نعل في نعل الشفعي قلت ذلك مرارا ومع ذلك وأنا لا أساوي غرزة في نعل الشفعي عندما يخطئ الشفعي ويظهر الدليل على خلافه ويقول به العلماء أن الأكابر الذين كالشفع أقران للشفع أو فوق الشفعي يقولون بذلك واجب علينا أن نخطئ الشفعي وهل التخطئ في ذلك سؤدب هل تعدي هل فيها مسبة هل فيها منقصة بل هي زيادة بل الشفعي سنرى يوم القيامة هل سأفخر بنا أو يفخر بكم عندما تقلدونه فيما فيه الخطأ على السنة والخطأ على تأسيس الشرع اجتهادا منه وله الأجل في ذلك هو ناجي هو ناجي عند رب يزيد ولا ينقص إنما أنتم ماذا تفعلون بأن لكم الحق بالكتاب والسنة في هذا الباب لما يكون مذهب بيقول لي أنه يجوز أن تتحايل على ربك وتسقط الزكاة قلنا المذهب هذا مذهب خطأ ما الذي أخطأنا فيه هذا هل أنا رأيت نفسي فوق الشفعي أو أنا أعلم من الشفعي فلذلك أقول له يا شفعي أنت جهلت وأنا علمت وأنا فوقك بمراحل فاسمع لي هل قلت ذلك أنا أو ادعيت هذا ما زلت أقول وأقول وسأقول أنا غرزة ولو سوي غرزة في نعل الشفعي لكن الله جعل فتح لي بابا علمته وأتقنته وأتكلمت به وقلت اللي عنده علم يستطيع يجابه نبيه فليتفضل لكن جاهل يسكت جاهل يسكت فأنا ألزمت نفسه الآن وبيانت ذلك قدري وقدر العالم وخطأته بالعلم أما أنتم يعني هبهبة وطحن جعجعة بلا طحن وهو ألسنة طويلة على الفاضي مفاش أي شيء من العلم ومع ذلك أخذت من نصيحتك وهو بيانت لك أنني أعرف قدري وقدر الشفعي وهذا لا يمنع فهذا لا يمنع أن نقول شوف أنت ما شفعلت الله يهديك فهذا لا يمنع أن نقول الشفعي والعالم النبيل الذي ملأ الدنيا علما نقول إن أخطأ أخطأ وواجب علينا أن نرد الخطأ بإظهار الدليل وبإظهار العلماء النبلاء الذين خطأوا الشفعي فيما قال لكنكم قوم تقلدون وتعظمون الأشخاص على الآثار وهذا يغضب يغضب الله سبحانه وتعالى يعني ويغضب النبي المختار فبينت لكم هكذا نبين لكم المسألة أعطني دليلك أعرف قيمتك أعطني حجاتك أعرف قيمتك أيوب السختياني قال إذا أحدث الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا أبئنا من القرآن فأعلم أنه ضال وأقول هو مضل وهو متحقق فيه نبوة المسلم بين هذه الساعة السنون خدعه وصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادر وقال الأوزعي رحمه الله تعالى السنة قاضية على الكتاب لم يجي الكتاب قاضيا على السنة ومعنى ذلك أن السنة جاءت لبيان الكتاب فأحكام السنة المجملة لا تبين إلا أحكام الكتاب المجملة تبينها السنة بقول تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس منزل إليه وأخش الباقي عن الإمام الجالي سفيان وعن ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أنه قال إنما العلم كله العلم بالآثار سفيان الثوري قال العلم كله العلم بالآثار ما في شيء أي واحد ما عندهش آثار ليس عنده علم أي أحد سيتكلم ويقول لك وراملي قال وراملي قال ابن حاج الهتمي قال ابن مفلح قال ابن الهمام قال نقول له ممتاز إن كنت مقلدا وأنت بتقليدك بتؤدي ما تقلد لا تفتح على الناس أبوابا أنت مقلد أنجم نفسك وأنتهى الأمر طبعا أنت مقلد لا تظهر للناس أنك ترجح لهم أو تبين لهم وترشدهم أنت بذلك كذاب كذاب مثلك لا يصح له أن يتكلم لأنك ستفسد في الأمة ولو سكت الجاهل ولا خف الجذال والخلاف اندصر قال الثوري وأتعلمون من الثوري أمير المونين في الحديث الثوري هذا له مدى فقه خاص أيضا لم يحمله أصحابه عليه لكن أقواله منثورة وهو أمير المونين في الحديث يقول الإمام الثوري قال إنما العلم كله العلم بالآثر ما فيه من لم يعلم الحديث ليس له علم وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا رد ومردودنا عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين قال شفاء ما ترويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب وقال أيضا إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبخلافه فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحمد فقد قال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشفاء وخذ من حيث أخذنا وقال أيضا رحمه الله عليبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يقولون نقحوا التراث وإن المتأخرين توالى الأمر عنهم ونحن على السادة الشفائية نحن السادة المالكية أنتم السادة المفلسية أنتم السادة الذين تعمون على الناس الحامل الجدد الضلال الجدد فنحن نقول بأن الدين كما جاء عن الأولين الدين الدين هو قال الله قال الرسول الدين هو قال الله قال الرسول العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالتموية ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقير قال أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهم نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أريم ثم قال أتأدريم الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبي شيء من الزيغ في أهلك أعوذ بالله الجر على رد حديث النفس السلام يمكن أن تفسد القلب أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وحبنا وكراما فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب أشوف أحمد وش قال قال أخشى والله أو قال عجبت لقوم قد عرفوا الإسناد وصحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه يقول سبحانه وتجل في علا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أريم ثم قال أتأدريم الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فاهلك قوة النتمية تكمن في ذلك يعلم هذا ويمشي به حذر القذة بالقذة وما يرى من قول إلا ويأتي بدليله وما يخرج عن مذهبه إلا بدليله وما يرجح مذهب عن مذهب إلا بالدليل ما عنده شيء من الأهواء وتقريد الرجال مهما تعظمت مكانتهم وأخرج البقية عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه وتعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال رد إلى الله الرد إلى كتابه ورد إلى رسول الرد إلى السنة وهذا قال هو آية الشفعي قال الرد الرد إلى الله إلى كتابه وهذا يتمثل في من أفصح من تكلم عن الكتاب من النبي سأل ورد إلى السنة الرد إلى شخصي في حياته ورد إلى سنته بعد مماته وأخرج البقية عن الزهري رحمه الله تعالى وقال كان من من مضى من علمائنا يقولون ألا اعتصام بالسنة نجات ألا اعتصام بالسنة نجات وقال موفق الدين من خدامة رحمه الله وكتابه في كتاب الرد للناظر في بان أصول الأحكام قال والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله حجة سنة رسول الله وقول رسول الله حجة لدلائة المعجزة على صدقه وأمر الله بتعاطي وتحذيره من مخالفة أمره وقال وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول في لحظة الذين يخلفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ونصيبهم معذاب أليم أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالف ذلك رد على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ورد فليخشى وليحذر من خالف الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أو أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم يعني من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك كما روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللي يقعن في النار يقعن فيها وجعل أحجزهن ويغلبهن فيقتحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم وأنا أأخذ بحجزكم عن النار هل أم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها وقال ما مسيوطي في رساة المسلمة مفتاح الجنة بالهجاج بالسنة ما نصه عظيم قال اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديثنا بالسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفر نعوذ بالله من هذا وقلنا التمسك بالسنة علامته رد كل قول يخالف قول النبي السلام من عارض السنة بالأراء فقد ضل ومن ضل فقد هوى في حوة صحيقة لا نجات بعدها وأنت ترى علماء المذهب بأسرين علماء المذاهب بأسرين كانوا يأتون بأقوال المذاهب أئمة المذاهب ويأتون بالسنة يقولون والسنة أتبع السنة ألزم كتاب ماتع جدا في هذا باب كتاب معرفة السنة والأثار والنووي يعني كانوا أيضا نتكلمون عنه في كثير من الأمور خرجة عن المذهب ليس هو فقط بل الموردي ضرب لنا أروا على أمثلة في هذا الباب في الخروج عن المذهب للسنة أولا أننا نقول الإمام الجويني قال نحن لا نقالد الشفعي اجتهادونا وأفق اجتهادو نحن لا نقالد الشفعي اجتهادونا وأفق اجتهادو الإمام الموردي يقول مذهب الشفعي أن الصلاة الوسطى العصر مع أن المعتمد في المذهب الشفعي أن الصلاة الوسطى هي الفجر ونص كلام الشفعي أنه قال بأن الصلاة الوسطى هي الفجر واستدعاء ذلك بأدلة كثيرة فهنا تعلمون أن نوصل إلى 25 قولة وأكثر في هذا الباب أنه قال بأن الله قال وقرآن فجر كان مشهودا وقول السلام صلى الله بردين دخل الجنة والملكة يجتمعون فيكم في الفجر والعصر فاختار أن الصلاة الوسطى هي الفجر ورد على من قال من الصلاة العصر قال لأن عائشة لما قرأت قالت عندما تأتي إلى قولي و promise و Weise واصلاة الوسطى قالت قفوا فأوقفهم صلاة العصر قالت و صلاة العصر وصلاة العصر قال هذا عطف يبقى ذكرت الوسطى ثم ذكرت أيش العصر قال هذا العطف والعطف هنا على المغير فرد عليهم الرواية الأخرى قالت حافظ على صلاة الوسطى حافظ على صلاة الوسطى وصلاة العصر يعني صلاة الوسطى وصلاة العصر كده أو كده نقول هذا محتمل والمحكم المحكم ينهي المسألة وينجزه كيف المحكم حديث علي بن بيطال محكم مظاهر جدا قال السلام ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلونا عن صلاة الوسطى وصلاة العصر وهذه الدلالة واضحة جدا على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر كل مهار دي بعد ذلك بعد ما ذكر هذه الحديث قال وما ذهب إمامنا أن صلاة الوسطى يا رجل الشفع نص على أنها صلاة الفجر قال قد قال إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهبه وقد صح الحديث أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر فهو مذهبون انظر لما تتجاب عن الدروس لما أن ساعة الوسطى هي صلاة ساعة العصر فانظر هنا أخي الكريم إلى هذا الفضل الكبير العميم عندما تجد تنصيص من أئمة المذاهب في الخروج على المذهب من أجل الدليل المام النوي يقول في مسألة الوضوم اللحم الإبل قال المذهبنا أنه ليس بواجب الوضوم من الحوم الإبل قال ومذهب أحمد الفعل السنة أو قال هو الأخير بالسنة أو قال المذهب الصحيح اتبع السنة أن الوضوء من الحوم الإبل وأيضا قالها والبهقي نفسه وقال بذلك وأيضا كثير من علماء المذهب خرجوا عن المذهب بسبب السنة قالوا هذا هي السنة وهو الصحيح في هذا الباب ابن الهمام نفس الأمر يخرج عن المذهب من أجل السنة بل العجيب أنه قال ابن الهمام قال القياس أن القهقها لا توقض ردوء ولكننا نقدم الأثر على القياس فحديث هي الضحك ضحك فقال له إذا فتوضى فصلي وضع حديث ضعيف والشفعي قال كلاما عجيبا في هذا الباب الشفعي وش قال شفعي قال قال يقولون قدمنا الأثر على القياس وهذا كلام حميد لو كان الأثر صحيحة لكن تردون الأثر الصحيحة وتأخذونها المقاطيع والمراسيل وتقولون نقدمها على الأثر وتقدم القياس على حديث الصحيحة كالمصرات وغيرها فأنكر عليهم ذلك لكن الأصل في هذا النوم قال نحن نقدم الأثر على القياس لما مالك بن عبدالبر يخرج عن مذهبي ويقول في حديث بايعام بالخيار قال قد ثبت وقول مالك ليس من عمل أهل المدينة أن تعرضها بالأراء أن تعرضها بالأراء من صدق اتباع السنة وهذا الذي جعل ابن ثمية في السماء تمسك بالسنة وكان يرجح المسائل الفقهية على الدليل لا على المذهب على الدليل لا على المذهب لا هؤلاء اللي يقول لك الحميلة للجدد أو الدولار للجدد لن يحق في الساحة إلا الحق والصحيح كل ذلك لا يكون إلا بهذا المحور الثاني من ذلك محبة ونالسلام توجب الاتباع قال إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال ابن كثير في هذا الباب كل من ادعى محبة الله فهذه الآية حاكم عليه وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعوة تلك حتى اتبع الشرع المحمدي في جميع أخوار وأفعال كل المطوحة الذين يقولون أنهم يحبون الله ومحبة الله إلى الفنة وهم يخالفون السنة فهم كذب إنهم ادعوا محبة الله وكذبهم الله لأن الله قال كل إن كنتم فاتبعون يحبكم الله المسألة واضحة جد أنتم صدقتم في الكلام أرون أين أنتم من من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قول يحببكم الله في إشارة إلى دليل المحبة وثمراتها وفائدتها فدليلها وعلاماتها اتباع النفس شوف قال قال في إشارة إلى دليل المحبة وثمرات المحبة وفائدة المحبة إيش اللي فيها الدليل علامتها واحدة هو إيش علامة محبة الله الرافع علامة واحدة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فائدتها وثمرتها محبة محبة المرسل لكم فما 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 لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية يعني إن أنت تتبعوني وسلم وابتدعتم فلا هو أحبكم ولأنتم صدقتم في ادعائكم لمحبتي محبتي الوزان ظاهر رجل يقول أحب الله وابتدع في دين الله يا أخي هذه بدعة لا تفعل ذلك إن هذه بدعة يقول لك بدعة حسن وقد قال عن بدعة حسن يا أخي أنا أقول لك الآن أنت علامة محبة محبة الله لك أنت تتبع أنت لم تتتبع أنت بتدعت فقال العلم هنا إذا ابتدع فيه أمران الأول أنه انتفت محبة الله عنه والأمر الثاني أنه كاذب في ادعائه لمحبة الله جل يفعلها يبقى من ادعى محبة الله تصديقه يكون بإيش تمام الإنقاءات وإذا تم الإنقاءات أحبه الله جل يفعلها أما المبتدع فإنه انتفت محبة الله له لأن الله علق المحبة بالاتباع ما في اتباعه ما فيش محبة وهو أصلا إذا ادعى المحبة كان كاذبا إذن نقول الأمر الأول في هذا الباب الله يحب رسوله لذا أمره باتباعك وأنت إن كنت بتحب الله فأنت عليك أن تأخذ بعين الأتبار على تمام من القياد للنبي سلام والتوحيد توحيدا توحيد العبودية وتوحيد الاتباع فالنبي سلام هو أفضل أنبياء وعلىهم منزلة وهو أعظم الخلق خاضرا عند الله ختم الله بالنبيين وأمر كل نبي أن يتبعه وشوفما كانت النبي سلام ولذلك النبي لما دخل العمر الخطاب وجده واجده بصحيفة التعورة وقال والذي نفسي بيده لو أنا موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني قد قال الله تعالى وإذ أخذ الله مثلاق النبينا لما أتيتكم من كتابه وحكمه ثم جاءكم رسوله مصدقه لما معكم لا تؤمنون نبيه ولا تنصرونه قال أقررتم أخصتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي السلام والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني نعم وهذا لأنه سيد الأول والآخرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله جعل مرتبته فوق الجميع وجعل شرعته ناسخة للجميع لذلك لا يمكن لأحد أن يؤمن وأن يكتب عند الله من المؤمنين إلا أن يؤمن بسيد المرسلين ويؤمن بما جاء به من الشرع المبين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بيهده ولا نصرونه ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار إن الدين عند الله لا إسلام من نبيهم بمحمد فهو كافر مخلد في نار جهنم النبي هو سيد الأولين والأخيرين هو إمام الأنبياء والمرسلين في مسلم وأبي داود والترميدي والله فضي له أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وأما من نبيه يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر رواه الترميدي أرد عنه السلام أنه قال إن الله فضلني على أنبياء وقال في الصحيحين قال فضلني على أنبياء بيش بست نعم وخاصة وأيضا أنه لا يوم العبد حتى يكون أحب إليه من جميع الخلائق قال إن السلام لا يوم أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي والدي والناس أجمعين حتى أنه شرط الإمام في ذلك من تعظيم محباتي وحبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة سنتي قال عمر الخطاب أن تحب إليه من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر ما وصلت إلى كمال الإمام الواجب مش الإمام المساعد ما وصلت إلى كمال الإمام الواجب فقال إيش قال 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 الآن أنت حب إليه من نفسي قال الآن يا عمر الآن يا عمر بل إن من شرط صحة الإيمان تعظيم النبي وسلم ومحبة وتوقير النبي شرط قبل العمل مع الإخلاص اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم باب البخاري قال باب حب الرسول قال حفظ اللام فيها للعهد والمراض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقارنة قولي حتى أكون أحب وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان لكن أحبية مختصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تقرر ذلك فإن الله يحب رسوله وفضله على جميع الرسل أمر باتباعه وأمر الأنبياء جميعا أن يتبعوا ولما أحياله الأنبياء في الإسراء جعله هو الذي يصلي بهم إماما ولذلك موسى بك قال فتى يأتي بعد يعني يكون أتباعه أكثر من أتباعه الأمر الثاني في ذلك في هذا الباب تأكيدا على محبة الله للفعل أن الله لا يأمر إلا بما يحب وقد أمر الله على بطاعة النبي بل جعل علامة الإيمان الرد في الاختلاف إلى النبي العدنان قال الله تعالى فلا مؤكدت ثلاث تأتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك في مشاجر ربنا سملاجوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمن دمت ما أمر الله به أمر جزما هو اتباع نفس السلم ورد المتنازع في إليه والمختلف في إليه والتحاكم إليه فهذه فيها دلالة على أن محبة الله مرهونة باتباع نفس السلم ونقاد له أيضا التحاكم إليه ومحبة الله تستلزم نشر دينه ونشر دين يعني نخل في الأمر الثالث أن محبة النبي من علامتها أيضا نشر دينه محبة الله علامتها نشر دينه نصر الدينه ولا يمكن أن تنصر الدين ولا يمكن أن تنشر الدين إلا به إلا بالسنة إن قلنا الأمر بالعلم العلم لا يكون إلا بالسنة هناك من أدلة على فضل وشرف ما ينشر السنة ويعلمها هو أصالة قال رات المزيع من مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقلاد فعها فأدى كما سمعها رب حامل فقه إلى من رب حامل فقه غير الفقه وعن أبي موسى الأشعالي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فقابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير نقية وكانت منها أجادب الأجادب هي تمسك الماء يعني كأنها دوائر هكذا تمسك الماء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشاربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان أعوذ بالله لا تمسك ماء ولا تنبتك لأن فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع الله بالماء ثاني الله به فعلم وعلم ومثله من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وتعليم السنة وتعلم السنة مع علاية محبة الله رفا مع علاية محبة الله رفا وأنا قلت إذا أردت أن تنشر الدين تعلم السنة وتعبد بها أولا يا الحديث أعماله بقى الحديث زكاة الحديثة أن تعمل كل أربعين حديثة حديثة العمل بها ثم التعبد ثم تعيشها ثم بعد ذلك تنشرها بين الناس ولذلك طلب العلمي أصل طلب العلمي هو طلب الحديث سهل الله من سلك سبيلا العلمي سهل الله به سبيلا إلى الجنة وقد قال النسلم قال شتان شتان بين القمر سائر النجوم قال فضل العالم على العبد كفضل أنا على أدناكم فضل العالم العابد كفضل القمر على سائر النجوم وجعل الشرع والانشغال بالسنة علما وتعليما نشرا من صفات العلماء الربانين كما قال تعالى كونوا ربانين الرباني هو العالم بالكتاب والسنة هو العالم بالكتاب والسنة المتعبد لله بها الناشر هذا الدين بين الناس معلم الناس صغار المسائل قبل كبار المسائل ابن مسعود يقول عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أصحابه الله أكبر المغبون الذي بين يديه من يتعلم منه ثم يتعلم عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابه بل الذي ينشر السنة ويحييها في زمن الغربة توب له قال بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فتوب الغربة وفي رواة قيل يا رسول الله من الغربة قال الذين يصلحون إذا فسد الناس في رواة الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة واتفقوا في سنة نفسه من الدلالة على إرادة لا بالعبد خيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يريد الله بي خيرا يفقه في الدين سنعقد بابا تاما إن شاء الله في خروج العلماء النبلاء أصحاب المذاهب عن مذاهبهم بسبب الدليل مع حرمة معارضة سنة بالأراء الأمر الرابع من أعظم دلائل محبة الله للعبد أن يوفقه للتمسك بالسنة إذا أردت أن تنظر في عبد قدره عند الله أنظره من السنة يعني لو أردت أن تعلم أن تختبر حب الله لعبد معين إذا أردت أن تعرف محبة الله لعبد معين أنظره في السنة أين هو من السنة؟ فإن وجدته من السنة مستمسكة عاملا متعبدا ناشرا اعلم أن هذا أحب عباد الله إلى الله وإن وجدته أبعد الناس على السنة فأعلم أنه من أبغض الناس إلى الله جل فعلا فمن أحبه الله من أحبه الله جل فأوفقه للتمسك بالسنة وكان أعظم التوفيق هو التعبد بها ونشرها بين الناس فمن معالم التوفيق السير على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا لذلك كلام ابن بطة كلام أعجبا أعجب في الإبانة الإبانة على أصول السنة والديانة قال ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه والأغض بأفعاله والانتهاء إلى أمره واكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمتها عليه ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا فقال فتحسن أو تحسن فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم لا يوفق لهذا العمل إلا من أحبه الله لذلك أنت المساء المعلومة إن وجدت رجل متواغلا يتمسك بالسنة وإذا تكلم معه قال ائتني بالسنة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا العبد موفق مسدد وإن أردت أن تنظر من يحبه الله قل أكشف لك الطريق الذين يحبهم الله الذين تمسكوا بسرعة النساء كل ما يقال لك هذا صاحب سنة فاعلم أن الله أحبه وعلم أنه كان عبد الموفق مسددا وأراد الله به إيش خيرا لأن الفقه فقه إيه السنن المحور الثالث في هذا باب لزوم اتباع النبي أو لوازم من لوازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمور يعني لو كان الرجل حقا محبوبا لله محبا لله متبعا لوازم الاتباع في لوازم كثيرة منها أولها التعظيم تعظيم السنة من لوازم المحبة ومن لوازم الاتباع السنة تعظيم السنة تراه إذا قيل له قال رسول الله يعظم السنة يقول قل سمعت وأطعت ولو عنده المذهب يقول المذهب يذهب ويبقى وتبقى إيش تعظيم السنة ومن تعظيم السنة أيضا ألا تستهزئ بها ومن تعظيم السنة أن تسمعها وأنت موقر وأن تذهب الليالي والأيام لتتعلم السنة وإلا الرحلة بطلب السنة قلنا كثيرا ما قال ابن سنة يقول كنت أرحل الأيام والليالي ليأخذها حديث النبي السنة رحل جابر رحل أبو أيوب الرحلة بطلب السنة أوسعنا الكلام الكلام فيها ففيها قلنا من اللوازن في هذا الباب تعظيم السنة وتعظيم السنة كما قلنا التعب في إحصائها ثم التعبد بها ثم نشرها وتعظيمها أمام الجميع وأنك لا تتكلم بكلام النبي إلا متوضئا متطيبا وأن تكون أصلا في هيئة حسنة وأن تكون بطريقة حسنة وأن تتكلم بقال الله وقال الرسول الأمر الثاني إذا قلت بأنك متبع للسنة فلابد أن تكون مجانبا لهواك من علامات اتباع السنة الحق اجتناب الهواء يبغى أن نقول هذه النقطة هواك في سنة النبي صادق الاتباع علامته هواء 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 في سنة النبي الحديث الذي فيه ضعف لكن معنا صحيح قال لا أمنا هذوق حتى يكون هوا تبعا لما جئت به وهذا عليه دلالات كثيرة منها دم الهواء وقد ذم الله الهواء في أكثر من موضع قال أفرأيت من اتخذ إله وهواء أفأنت تكون علي وكيلة وأيضا قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرأاه حسنا زين له سوء عمله وهذا الهواء وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجل في أنفسهم حرجة مما قضيت وسلم تسليما وقال تعالى فإن يستديب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هو بغيره هدى من الله إن الله لا يدي القوم ظلم أنا أعظم ما يستدل به في هذا الباب بعد قولي ومكال المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخير من أمره ما لك أمر أمر شوف فاطمة الدقيس قالت من أسامة أسامة أنكح أسامة قالت ما بد قالت ما بد سمعت وأطعت لما قالت عن زيد زين انتجحش لا ننزل الله ومكال المؤمن إذا قضى الله في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله وقال تعالى إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون يقول الشيء عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الذين صدقوا إيمانهم بعملهم حين يدعون إلى الله ورسول يحكم بينهم سواء وافق أهواءهم أو خالفها يقولون سمعنا وأطعنا قال تعالى يعني سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا وأطعنا طاعة تم سالما من الحرج وأولئك هم المفلحون جعل الفلاح مضاره على على دارك أيضا من جملة الصور وجاء في حديث عبد الرابن عم بعمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى تكون هوا تبعا لما جئت به الضعف فيه يلوح ولكن المعنى صحيح من جملة صور اتباع الهوى تقديم العقل على النقل من جملة اتباع الهوى تقديم العقل على النقل ومعارضة كلام النبي بكلام الرجال وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة لنعلم لما رفع الله ابن ثمية لما قوة ابن ثمية من أين أتى بالقوة العلمية هذه والقوة الترجحية وقوة النظر في الدليل هذا أول شيء كما قلت أن علامة محبة الله للفعلة توفيق أنا أختم بشيء دندنت حوله ليفهموه وليعلموه أن تكشف عن الغيب هل الله يحب فلان أهل ما عندنا الآن أنه السلام قال يحب الله ورسول يحب الله ورسول ما عندنا لكن الله دعا لك علامات عشان تعلم علامات المحبة طبعا من علامات المحبة أن يحبك أهل الصلاح أن يحبك أهل الصلاح قال أكتب القبول في الأرض القبول في الأرض لمن؟ عند من؟ عند أهل الصلاح صحيح لكن من أعظم علامات محبة الله تكشفها أنت من الغيب أن ترى الرجل يمشي على سنة ينام على سنة يأكل على سنة يقوم على سنة لما تراه يتمسك بالسنة اعلم أن الله يحبه لدي من العلمات محبة الله وإن أردت أن ترى صدق العبد في حبه لله أنظره من السنة فإن كان يقدم السنة على كل شيء فهذا الرجل صادق المحبة لله فاحفظوا هذه جيدا واعلموا أن هذه حج عليكم أو لكم عند ربكم وهذه قوة المتهمية كانت في ذلك ولذلك أيضا عرفانا للجميع وأيضا وفاءا لابن ثمية أختموا بما قال لتعلم كيف كانت محبة الله لابن ثمية وكيف كان ابن ثمية صادق المحبة لله قال جنتي في قلبي ماذا يريد أعدائي به إن قتلوني في غطي شهادة وإن حبسوني في حبس خلوة بالله وإن نفعوني في نفي سياحة وكان يعلم ويقول بأن العلم التماس السلان العلم هو التماس السلان ولذلك قلنا في القائد الكبرى أرني حجتك أعرف قيمتك أرني حجتك أعرف قيمتك أسأل الله الله إن شاء الله أن يجعلنا من يحذو حول هؤلاء ويأتمس السلان ويعمل بها الله أمين الله ما جعلنا كلها السلام جعلنا جعلنا سعادة إن شاء الله الفتاوة خمس دقائق الفتاوة تكون إن شاء الله سبحانك الله من ربنا وحمدك أشهد الله إليه لأنت أستغفير وغتولي السلام عليكم أشهد الله يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم ترجمة نانسي قنقر